نذهب إلى رمالة سيد خلدون البرهوثي الباحث في الشأن الإسرائيلي سيد الفاضل مراسلنا قال إن بنيمين نتنياهو استفاد من كل دقيقة في هذه الزيارة في تقييمك هل هذا معد سلفا؟ ولماذا إذا كان كذلك انتقض من قبل لبيد بأنه كان عليه أن لا يذهب إذا كانت هذه روايته أمام الكونجرس الأمريكي؟ يعني أولا يجب أن نشير إلى أن مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل البات حاليا عبارة عن مستويين الأول العلاقة الاستراتيجية والدعم المتواصل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل والثاني علاقة الإدارة الأمريكية الحالية بحكومة بنيمين نتنياهو وحالة التوتر بينهما مع ذلك زيارة بنيمين نتنياهو هي ليست كما يقال ناجحة 100% عندما يمتنع 128 عضوا من الحزب الديمقراطي عن حضور خطاب بنيمين نتنياهو ويقاطعونه مقارنة بـ 58 عضوا عام 2015 هذا الصعود أو تصاعد في ربما النفور من الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي من بنيمين نتنياهو ثانيا نتنياهو خالف ما يسمى مقترح بنيمين نتنياهو نفسه والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن ووضع العصي في دوليب الصفقة أكثر من مرة وأخرها في خطابه يوم أمس في الكونغرس عندما تحدث عن ضرورة الاستمرار في الحرب وعندما تحدث عن ضرورة إيجاد فئة أو هيئة تحكم قطاع غزة من الفلسطينيين لكن لن تكون بالطبع على صلة بحركة حماس ولا بالسلطة الفلسطينية كما أكد سابقا وأن الحرب ستستمر حتى يحقق الانتصار سيد خلدون هذا كله يخالف سيد خلدون سأسأل سؤال قد يبدو أنه بعيدا عن ما سبق وذكرت إلى هذا الحد بهذه الدقة تبدو هذه الحرب تماثل بنيمين نتنياهو بمعنى أن كل ما يدور سببه نتنياهو أم أن في الأمر مكيدة سياسية يتم تدبيرها أن يصدر نتنياهو للجميع حتى للولايات المتحدة أنه هو صاخب الأزمة الكبرى وليس إسرائيل يعني من تابع أزمات نتنياهو في السنوات الأخيرة الأزمة التي بدأت بتوجيه اتهامات له بالفساد ومن ثم الشروع بمحاكمته في هذه التهم وهي تهم خطيرة إذا أدين بها وقد تنتهي به على الأقل في الحد الأدنى باضطراره لترك الحياة السياسية وبأقصاها إلى دخوله السجن كما حدث مع سلفه يهود أولمارت وكما حدث مع رؤساء إسرائيليين سابقين إما استقال وإما حكم عليهم بالسجن الفعلي مثل موشي كاتساف الرئيس الإسرائيلي السابق لذلك نتنياهو همه الشخصي فقط هو الذي يحركه لذلك نراه يتحدى الإدارة الأمريكية في قضية الصفقة ويعني يراوغ بشكل كبير ينافق ولا أبالغ في هذه الكلمة في علاقته مع بيتسل إيلس موتريتش وإتمار بن جفير والأخير تحديدا دليلك على فكرة النفاق دليلك على فكرة النفاق رغم أن الظاهر هو التحالف العميق بمعنى في كل مرة تحدث أزمة داخل اقتلاف الحكومي يأتي إتمار بن جفير بتهديد سأقاطع التصويت لصالح قوانين الحكومة وهذا قد يهدد للحكومة وبقاءها فيأتي بن جفير ونيتنياهو يقدم له هدية مرة قدم له الحق في إنشاء ما تسمى قوة الحرس الوطني في إسرائيل وهي قوة شرطية خاصة بإتمار بن جفير ويوم أمس وضعت صيغة القرار الذي سيضمن لبن جفير ليس فقط قيادة هذه القوة بل أيضا سيضع لها صيغة تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين بمعنى سيصبح هو صاحب القرار ويحدد متى يمكن لأعضاء هذه القوة إطلاق النار على الفلسطينيين ونحن نعلم أنه كان يضغط على الشرطة بأن تطلق النار على الفلسطينيين حتى ملقي الحجارة ليس فقط من يحاولون تنفيذ عمليات هذا جزء نيتانياهو في تقدير وفي تقييم الكثير من المسؤولين الإسرائيليين كان يلتقي بالمستوى السياسي والمستوى الأمني القادة الأمنيين جالانت ورئيس الأركان رئيس الموساد رئيس الشاباك رئيس شعبة الاستخبارات ويخرج منهم بقلاصة بضرورة الذهاب إلى الصفقة وعندما يخرج يلتقي بالمستوى السياسي من أمثال بن جفير واسموتريش ويددانه بتفكيك الحكومة الإسرائيلية يغير موقف 160 درجة طب عندي سؤال آخر عندي سؤال آخر عندي سؤال آخر قد يتشابه مع السؤال السابق هل ما يتخرك بشأنه نيتانياهو يتشابه مع ما ترغب في إسرائيل كدولة وكيان ووحدة هدف في أن تتخرك إليه بمعنى أن هل هناك خلاف بما يفكر به نيتانياهو ويسعى لتحقيقه لنفسه يختلف عما تفكر فيه إسرائيل كدولة أن تحقيقه لنفسها صحيح أنا هنا أسأل أنا أسأل عن الفرق نعم نعم وأنا أؤكد أقول لك هذا صحيح نيتانياهو يخالف مصلحة إسرائيل للولايات المتحدة تحاول إنقاذ إسرائيل من بنيامين نتانياهو في السياسة التي يتبعها بحق الفلسطينيين وبحق الإسرائيليين عندما جاء بفكرة الإصلاحات القضائية من أجل سن قوانين تنجيه سياسيا وقضائيا من المحاكمة وسبب شرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي لدرجة أن الرئيس الإسرائيلي قال له أو قال للإسرائيليين نحن على شفى حرب أهلية عندها أيضا المنظومة الأمنية حذرت نتانياهو وقالت له إن الأعداء يتربصون بإسرائيل ويرون فيها ضعفا اجتماعيا وضعفا عسكريا وأمنيا وسياسيا وهذا سبق أحداث 7 من أكتوبر وحمل نتانياهو مسؤوليتها بسبب الشرخ الذي أحدث في المجتمع الإسرائيلي والشرخ الذي حدث في الجيش الإسرائيلي عندما بدأ الكثير من الجنود والطيارين برفض الخدمة العسكرية في دولة تتجه لأن تصبح ديكتاتورية من المنظور اليهودي بالطبع كل هذه الأمور التوصيات الأمنية الآن كلها تضغط على نتانياهو للذهب إلى الصفقة وهو يرفض ذلك الإدارة الأمريكية تضغط المسؤولون معظم الدول الأوروبية تذهب إلى هذا الاتجاه الوصداء يقولون جاهزون حركة حماس وفقت على الصفقة التي اقترحها نتانياهو وتنصل منها هو الآن لذلك بات واضحا مصلحته الشخصية حتى في استطلاع الإسرائيلي سيدي تتذكر معي أعتذرون المقاطعة للمرة الثالثة تتذكر معي ما حدث مع أري إيل شارون حين أقر خطة إعادة الاندشار في عام 2004 وهذه الضقة التي قوبل بها من اعتراضات ومظاهرات وصلت إلى المظاهرات التي تدور بشأن عملية الإفراج عن المحتجزين ونفذ هو هذه الفكرة وبين يمين نتانياهو يجني ثمار هذه الفكرة أين الفارق بين الفكرتين؟ الفارق هو أن أري إيل شارون من الرجال الذين خاضوا معارك إسرائيل من أولها في الوحدة 101 في خمسينيات القرن الماضي فضلا عن دوره في النكبة عام 48 وصولا إلى وزير دفاع وخاض حرب لبنان في إسرائيل ومن ثم تولى رئاسة الحكومة هذا تاريخه نعلمه هذا تاريخه نعلمه أتحدث عن لب الفكر نعم مثل هذا الشخص عندما يذهب باتجاه الانفصال عن الفلسطينيين وضرورة إنهاء حالة الاحتلال بأي شكل من الإشكال حتى دون اتفاق معهم هو جاء من خبرة عميقة بن يمين نتانياهو لم يأخذ هذه الخبرة قاتل قليلا في الجيش الإسرائيلي ثم ذهب إلى الولايات المتحدة ولكن هذا لقى اعتراض وهذا لقى اعتراض هذا يعترض ضده وهذا يتم الاعتراض ضده صحيح لكن الفرق نتانياهو مثلا عندما اعترض على عملية السلام حرض بشكل كبير حتى انتهى الأمر باغتيال يتسحك رابين ولم يؤثر ذلك فيه والآن نتانياهو يحرض على المعارضة الإسرائيلية عندما كان خارج الحكم كان مؤيدوه يتهمون الحكومة الإسرائيلية بقيادة لبيد ونفتلي بنت بالخيانة ومصطلح خيانة في إسرائيل له دلالة كبرى قد تصل إلى القضاء الخيانة في إسرائيل تعني سفك أو هدر الدم وبعض القضايا وصلت إلى القضاء والشكاوى إلى الشرطة بأن من يتهم بأنه خائل لأنه يساري لحق له مقضاة الآخرين نتانياهو ذهب إلى أقصى ما يمكن في شق المجتمع الإسرائيلي وفي تحدي الإدارة الدولية وتحدي الإدارة الأمريكية وقدم مصلحته حسب استطلاعات رأي في إسرائيل على مصلحة إسرائيل نفسه شاكر لك من ربالة سيد خلدون البرغوثي وأنت الباحث في أشياء الإسرائيل شكرا لك على قابول دعوتنا